الحروب الثلاثة المفروضات على أمير المؤمنين في كل واحدة منها في الجمل في صفين في النهروان أمير المؤمنين قبل الابتداء بالقتال كان يوصي أصحابه بعد التوكل على الله والثناء على الله سبحانه وتعالى ووصيتهم بالالتزام بالفضائل والإنسانية أول كلمة كان يقولها في كل هذه الحروب الثلاث كان يقول لا تقاتل القوم حتى يبدأوكم ولم يكن أمير المؤمنين قد أذن بذلك حتى أنه بعدما قتلوا من أصحاب أمير المؤمنين خلال ثلاثة أيام متعاقبات ثلاثة أشخاص مع ذلك عندما اصطفل طرفان للقتال كان أمير المؤمنين لم يأذن بالشروع في القتال الدفاعي أيضا حتى مضت فترة وفترة وفترة من الصباح إلى أن زالت الشمس عند ذلك أذن بالقتال يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه كان يحاول كل المحاولات الممكنة حتى لا يقع قتال ثم عندما وقع القتال هذه الوصايا العظيمة بعد ذلك يقول فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم إذا أمير المؤمنين يقول لأصحابه إذا قاتلتم دفاعا عن أنفسكم وعن أعراضكم وعن بلادكم وعن أراضيكم وعن أموالكم وأنتم في موقع الدفاع قاتلتم فهزمتموهم إن تصرتم أنتم بالله عز وجل والأعداء إن كسروا وانهزموا يقول فلا تقتلوا مدبرا إذا شخص أعطى ظهره للمعركة وأدبر وجعله يسرع يخرج من ساحة الحرب لا ترموه لا تقتلوه لا تتبعوا حتى تقتلوه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أبو الإنسانية وأبو الفضيلة يأمر أصحابه في ساحة الحرب هذا الذي أقبله وقاتله وربما قتل أفرادا كثيرين أما الآن ندم وولى ظهره إلى المعركة وأدبر أمير المؤمنين يقول لا تقتلوه هذا ندم أتركوه ترجمة نانسي قنقر